السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنكمل سلسلة تعلم الإنجليزية دعونا نكمل الدرس الأول وهو الحروف الدرس الأول الحروف الجزء الثاني فلسلسل الفابي الثو اليوم سنأخذ الحروف المركبة والحروف الصامتة دعونا نبدأ بالحروف المركبة الحروف المركبة وهي K-H-D-H-P-H-T-H-G-H-S-H-C-H-W-H-S-U-T-U-C-I-T-I-T-I-O-N-S-I-O-N الحروف المركبة وهي نطقها الحرف المركبة SH ينطق SH مثل English أو SHE أو SHOULD الحرف المركبة CH ينطق SH مثل LUNCH أو MACHINE وإما ينطق CH مثل CHANGE أو TEACHER وإما ينطق K مثل KEMICAL أو SCHOOL الحرف المركبة TH إما ينطق TH مثل THER أو THING وإما ينطق THA مثل THREE أو THRU الحرف المركبة PH ينطق THA مثل PUN أو GRAB أو PHYSIX الحرف المركبة WH إما ينطق WOW مثل WHAT أو Y وإما ينطق H مثل WHO'S أو WHO الحرف المركبة TI ينطق SH زائدًا الحرف المتحرك E مثل PATIENT وإما زائدًا الحرف المتحرك A مثل ESSENTIAL الحرف المركبة SCI ينطق SH مثل زائدًا الحرف المتحرك E مثل ANISHENT أو زائدًا الحرف المتحرك A مثل SPECIAL وإما زائدًا الحرف المتحرك O مثل D SHOUS الحرف المركبة GH في بداية الكلمة ينطق غين مثل GANA وننطقها غانا أو الإسم غادة وينطقونها أجنبيا جادة في وسط الكلمة إما لا تنطق مثل LIGHT وإما تنطق في الأسماء مثل رغد وننطقها رغد في آخر الكلمة إما لا تنطق مثل THROW أو تنطق فع مثل رف الحرف المركب T I O N ينطق SHIN مثل NATION أو INTERNATIONAL أو EDITION الحرف المركب S I O N إذا كان قبله حرف متحرك ينطق جين مثل VGIN أو DIVEGIN لاحظوا هنا جاء قبل حرف S الحرف المركب S I O N جاء قبله الحرف المتحرك I وإما إذا كان قبله حرف ساكن ينطق SHIN مثل EXTENTION أو MISSION الحرف المركب T U ينطق T مثل FUTURE أو MISSION وإما ينطق T U مثل TUBE أو TUESDAY الحرف المركب SU ينطق S مثل SUMMER أو SUPPORT وإما ينطق SH مثل SHURE أو SUGER SUGER وإما ينطق J مثل MIGER أو TREGER الحرف المركب KH مع الأسماء ينطق KH مثل KALID الحرف المركب DH مع الأسماء فقط ينطق ضاد أو ضع مثل ضعفر لاحظوا هنا الحروف المركبة KH وDH للأسماء فقط الحروف الصامتة الحروف التي تكون صامتة أحيانا وهي K K L G W N T D C P B الحروف الصامتة K يكون صامتا إذا جاء بعده حرف N مثل NORM أو NIGHT أو NOT L الحرف L يكون صامتا في الكلمات الآتية KUD أو WOULD أو SHOULD الحرف الصامت الحرف الصامت يكون صامتا إذا جاء بعده حرف N في بعض الكلمات مثل FOREIGN أو RISIN لكنه ينطق في كلمة SIGNATURE الحرف الصامت W يكون صامتا إذا جاء بعده حرف R مثل WRITE أو WRONG الحرف الصامت N يكون صامتا إذا جاء قبله حرف M في نهاية الكلمة مثل COLUM أو AUTUM الحرف الصامت T يكون صامتا في الكلمات الآتية LISTEN LISTENER MUST الحرف الصامت D يكون صامتا في الكلمات الآتية HANDSOME HANDSOME الحرف الصامت C يكون صامتا إذا جاء بعد حرف S ركزوا هنا أي إذا جاء قبله حرف S مثل SCEN أو SCIENTIST أو SCIENTIST الحرف الصامت P يكون صامتا إذا جاء بعده حرف S أو T أو B إذا جاء بعد حرف S مثل PSYCHOLOGY PSYCHOLOGY وإما إذا جاء بعده حرف B مثل CABBORD 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 أما إذا جاء بعده حرف D مثل RESEAT RESEAT الحرف الصامت B يكون صامتا في نهاية الكلمة المنتهية B M B مثل BOM BOM أو TOM TOM أو COM لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة